اعلن الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة مدير عمل إدارة العامة للمرور أن الإدارة في إطار تطوير واستكمال الأنظمة المعمول بها ستبدأ اعتبارا من اليوم السبت تفعيل الأنظمة الذكية الكاميرات بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على كافة الطرق وأوضح الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة هذه خطوة تأتي انطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة الداخلية بكافة قطاعتها والتي من بينها تزويد الإدارة العامة للمرور بأحدث الأجهزة المتطورة لمرقبة الحركة المرورية وتتبع السلوكيات المرورية الخطئة والتي يترتب عليها حوادث مرورية مؤسفة وأشار مدير عمل إدارة العامة للمرور إلى أن هذه الأجهزة الذكية التي أثبتت في الفترة التجربية فعالياتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة تقوم برصد مخالفات السرعة وتجاوزات الخاطئة وتجاوز الإشارة الحمراء وكذا تجاوز المربع الأصفر وخط الطوارئ بالإضافة إلى رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ومخالفة عدم ارتداء حزام السلامة وأوضح أن الإدارة العامة للمرور قامت بحملة توعوية شاملة تضمنت نشر الوعي بخطورة ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة على السلامة المرورية منوها في الوقت ذاته إلى إمكانية الإطلاع على المخالفات بتفعيل المفتاح الإلكتروني عبر بوابة البحرين الإلكترونية هذا ويت استخدام الإدارة العامة للمرور الأنظمة الذكية في إطار إجراءات تفذية للقانون المروري الجديد الذي تم العمل به تدريجيا منذ تفعيله في فبراير عام 2015 كاميرا مركز الأخبار استطلعت آراء الشارع في البحرين لمعرفة مدى فعالية هذه الإجراءات منذ بداية تطبيقها أكثر من ستمائة ألف مركبة تجوب شوارع مملكة البحرين يوميا عدد هائل يوازيه مجهود أكبر لمراقبة تحرك المركبات وتزهيل مرورها من قبل الإدارة العامة للمرور ولدعم هذه الجهود كان نزاما أن يكون هناك قانون يعمل تحت مضلته فعملت الإدارة العامة للمرور على استحداث قانون المرور الجديد لحفظ سلامة الجميع في الشارع اجتمل على لائحة تنفيذية منها تركيب الكاميرات في جميع شوارع المملكة لرصد المخالفات المرورية وتحركات السيارات في الشوارع ولأن الموضوع يمس الناس الذين يستخدمون الشارع يوميا قامت كاميرا مركز الأخبار باستطلاع رأي الناس لمعرفة مدى فعالية هذه الإجراءات يعني كي للناس كلما كان في قانون ما وضع هذا القانون للي ضبط يعني حركة الناس وضبط أي شيء يأدي المخالفات فأنا أيد يعني أي قانون يحفظ سلامة الناس وخلي الناس تنضبط في السير محافظة على سلامتهم على سلامة الآخرين أيضا يعني الإنسان يعني ما يحتاج يكون مراقب عشان يلتزم بالقانون لكن أكيد هذه الكاميرات أكيد ما وضعت إلا لسلامة الناس الكاميرات أكيد غللت الجميع يحاسب والكل يحاسب لها ألف حساب بس السرعة قلت الكل لما يوصل عند الكاميرا طبعا يخفف كاميرات الأمنية أول شيء في نفس ما تقول مسكن متسببين في الحوادث كشف نقاط الحوادث يعني هذه قبل شسمه والكاميرات الأمنية وايد سفتي لنا كونها في الشوارع والواحد يحاسب أكثر وأكثر منها الحين أشوفها أحسن أمنيا أحسن ده صار مثلا حادث شيء نقدر نحن نشوف من المتسبب في الحادث ونحصلها بكل سهولة أشوفها أحسن والإيجابيات أكثر من سياسة ما أشوف فيها سلبيات الكاميرات الجديدة اعتملت استخدام أحدث الأساليب لتقديم أفضل الخدمات المرورية حيث بات بإمكانها رصد مخالفات السرعة وحزام الأمان وتجاوز الخاطئ وجلوس الطفل في المقدمة بالإضافة إلى استخدام الهاتف وبإمكانهم رصد المخالفات بكل وضوح في جميع الأوقات والظروف الجوية ولم تكن إجراءات الإدارة العامة للمرور إلا لتقليل المخالفات المرورية التي تؤدي إلى حوادث فالموضوع لا يغدو كونه مراقبة للشوارع فحسب بل حماية الأرواح والممتلكات أيضا الكاميرات الأمنية عيون ساهرة باتت تحرس الشوارع لتقينا من شر الحوادث المرورية وتنعم علينا بالأمن والسلامة أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين للحديث عن هذا الموضوع معي في الستوديو المقدم وسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أهلا ومرحبا بك سيدة المقدم بداية ما الاختلاف بين النظام الأنظمة الذكية الجديدة هذه والكاميرات التقليدية العادية الموجودة في الشوارع بسم الله الرحمن الرحيم الكاميرات العادية هي عبارة عن كاميرات سي سي تي في ممكننا يتصور ونرجع لها في حال وقوع حادثنا بنتأكد من المتسبب في الحادث النظام الجديد نظام مختلف كليا نظام يقرأ اللوحات الموجودة ممكن أن يحلل حركة سير المركبات ممكن يتنبأ بالمشاكل المرورية قبل وقوعها نظام متكامل وهذه يعني ممكن الحديث فيه من المدة طويلة يبقى أنه المهم الآن أنه يتتبع المركبات في مسألة المخالفات المرورية المعينة ممكن أنه يضيف لحق السي سي تي في العادية أنه يرى من المتسبب في الحادث ممكن أنه يتنبأ بوقوع ازدحامات مرورية في مناطق معينة يعني ليس بديلاً عن الكاميرات العادية وإنما رافض لها ممكن أن تكون رافضة وأن تكون بديلاً استبقى عامل الكاميرات التقليدية؟ موجوداً موجوداً طيب من خلال الخبر الرسمي أن هذه الأنظمة الذكية ستسلط الضوء على مشاكل الأزمات المرورية التي تتسبب بها الحوادث وما يسبب هذه الحوادث من عدم استخدام حزام الأمان واستخدام أيضاً الهواتف النقال أثناء القيادة وقطع الإشارة الحمراء والدخول إلى المنطقة الصفراء إجمالاً كل من يتعامل مع الطريق يعرف أن هذه المشاكل الموجودة في شوارعنا هل هذا النظام لديكم دراسة أو رؤية بأنه سيقلل فعلاً من وجود هذه المخالفات وازديادها؟ لن تقع أي من الحوادث المرورية لما لم ترتكب مخالفة يعني الحوادث المروري يقع نتيجة ترتكب مخالفة فإذا قللنا من عدد المخالفات معها ستقل عدد الحوادث وبالتالي ينزل عدد الحوادث الوفيات لصابات البليغة والوفيات المخالفات الموجودة والتي تسبب الوفيات في البحرين أولها الهاتف النقال وتأخذ تحت بند عدم العناية والانتباه وفيها 28 حوادث وفاة خلال 2015 بعد هتي السرعة 18 شخص توفى بسبب السرعة في البحرين في 2015 وخذ السنوات التي قبلها فإذا أخذنا ذي كنموذج الآن الهاتف النقال والسرعة وبعدها معها تجاوز الإشارة الضوئية التي هي ثمان وفيات في السنة فأنت تكلم عن عدد لا تتحمل البحرين بعامل اجتماعي الناس لا تتقبل هذه النوعية من الحوادث لوجود فيها استهتار وفيها تجاوز للأنظمة والقوانين فإذا حصارنا ولا حاولنا أن نقلل من المخالفات المرورية في ذي الجانب فبالتالي تقلل الحوادث معها تبعا وهذا أمر لا شك فيه الكاميرات الآن الموجودة الأنظمة الذكية هي ترصد السرعة ترصد تجاوز الإشارة الضوئية ترصد تجاوزات الخاطئ بأنواعها ومنها أهمه اللي يزعج الناس اللي هو التجاوز من الخط الطوارئ اللي هو الخط الأسفر الطفولة لها معنى كبير عندنا وهي رسالة سامية فبالتالي تواجد الطفل في المقدمة في السيارة هذا خطر كبير عليه عندنا الهاتف النقال واستخدام حزام السلامة سبق أنه في موضوع حزام السلامة في أكثر من مرة عرضنا أنه كيف حزام السلام يقي وعدم استخدامه يعني يسبب حوادث كبيرة ممكن أنه يعني يسبب ضيق لدى الناس بس ترى يعني مهم جدا استخدامه يبدل من الأثار الحادث بلا شك لأن حوادث التدهور الساق أو الراكب ما بيظل في السيارة الجامعة تكسر ويطلع لكن بوجود حزام السلامة وأكثر من حوادث عرضنا أنه يبقى في السيارة سليم بدون لي تعرض حقه إن شاء الله تفعيل هذا النظام الجديد هو استكمال لسياسة الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بشكل عام منذ 2015 تم إطلاق القانون الجديد للمرور ولحظتم أن هناك ربما زيادة أو انخفاض الأرقام التي ذكرتها عن مستويات الحوادث المرورية منذ إطلاق القانون الجديد وما رفقه أيضا من تنظيم جديد وإدخال مثل هذا النظام الذكي هل لاحظتم منذ إطلاق فبراير 2015 هل لاحظتم قلة في عدد الحوادث المرورية أو قلة في نسب الإصابات أو الوفيات في هذه الحوادث المرورية أين يكمن الخلل إذا كان القانون صارم وهناك وسائل للرقابة يبدو أن المجتمع كما تحدث الذي لا يتقبل مثل هذا الحجب من الحوادث بحاجة ربما إلى توعية بشكل أكبر العمل يجب أن يكون بشكل متوازي سيئة المقدم لو نرجع اقتراح بقانون اللي هو تعديل قانون المرور صار في مجلس النواب وخذ فصلين تشريعيين بمعنى أنه خذ ثمان سنوات بعده صدر في 2014 في أوغستر 2014 وكان نافذ القانون في فبراير 2015 فذي ستة شهور كان لناس لها مجال أنها ترافي قانون جديد وهو القانون يجرم ناس ما كان يجرم القانون القديم يعني ما استحدث أي شيء جديد ما عدا بعض الأمور البسيطة ومنها نظام النقاط فالقانون نزل في 2015 بعد سنة صار نظام النقاط وهذه كلها من التدرج نظام النقاط نظام يعطي للانضباط الشخصي الناس يعرف أنه في نقاط ليه ممسألة مادة وقيمة فعلا عندي عشرين نقطة لازم حافظ عليها في السنة وبعدها صار القرارات الجديدة لا أحد تنفيذية وراح تستر كلها بالتدرج النظام الأنظمة الذكية تراه كانت موجودة في الشوارع والناس تشوفها صار لها أكثر من تسع شهور صحيح فالناس واعي يعني ما في ردة فعلا انتشارت كثير من الأشاعات حولها والدعايات أيضا هي من ضمن الخطة العلامية جزء من الإثارة لا أمو بشرط الإثارة بس الناس قامت تعرفها ماكنها تعرفها يعني درجاتها تشتقدر تسوي قوة الكاميرا فكل هذه كان الناس خلال تسع شهور مقتنعين طيب مع انطلاق العمل بهذا النظام اعتبارا من اليوم هل تعتقد أنكم وصلتم إلى الشريحة المطلوبة من الناس إلى كل المواطنين كل الفئات المستهدفة حيث أنهم يعلمون يعلمون بوجودها وبأن القانون سيبدأ اعتبارا من اليوم القانون كان نافذ يعني لو تسألني شه اللي يفرق بين المخالفة العادية والمخالفات الكاميرا يعني الناس تقول لنا قاعد يدعي الناس أن يقول لنا والله في تفرقة الآن في كاميرا وهي أي سيارة مخالفة على المخالفات اللي موجودة راح توصل على سجل السائق ولا سجل للمركبة في نفس الوقت شكرا جزيلا لك المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العمالي المرورة الله أعطيك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة